بيتكلم على يعني في مرة من المرات كاب، نشاكوب بأنت كنا باللاعب الزمالك المرات عندنا فيها صفر أصفر وإحنا قال لك، اللعيب اللي مش بنازل عشان يكسب، بيرفع ايده مش هزعل منه في امرات الزمالك اه في الزمالك وإحنا بلاعب الزمالك نازل تلعب الزمالك وبيقول اللعيب اللي مش نازل عشان يكسب المنطقة ما تكسبش المباره على فكرة بس هي الفكرة في إيه أنت عايزت تزرع جوه اللعيبة ان انا مش نازل عشان اقدم مباراة وابقى مبسوط ان انا عملت اداء كويس واخسر انا مش عايز دايب فكرة اللعيب فكاتش هو غاية فكرة يعني اللعيبة بتبقى نازلة دلوقتي تبقى حضراف عيده؟ لا طبعا وقال وقال عزيك قال مش هزم اللعيبة اي اللعيب يعني خلاص انت انما انا بقى نازل عشان اكسب موضوع ان بص كل حاجة المدير الفني بيقولها يعني الملعب قوي بيحسها يعرف ان المدير الفني بيتكلمش كلام من جواه فالكلام ده بيفرق جدا مع اللعيبة وبيباني ان كان المدرب كلام اللي بيقوله ده فعلا هو حسه وصادق فيه فبيوصل للعيبة بشكل جدا تقصد ان في مدربين طبيعي كل المدربين هيقول اللعيبة بتاعتهم منزلوا كسبوا وعملوا مرة محترم بس ساعات اللعب نفسه بيحس المدرب كيف اكتر مني طبعا اللعيبة اسكية اللعيبة اسكية جدا وبتبقى يعني وقت ده بالها كويس قوي مدرب بيتكلم او المدرب العم او مدرب الحراس بيتكلم ان كان الكلام ده فعلا هو بيقوله بصدقه هو كذا هو فعلا من جواه بيصدقه هتوصل هتوصل جدا جدا هتوصل لك بشكل كويس قوي وفيه قوات كتير جدا هيعرف ان المدرب بدي اقول اي كلام مش هتوصل اصلا يعني هو نفسه مش مصدق اللي بيقوله اه طبعا هو مش مصدق اللي بيقوله بتقابينها اخد بقلك عابتن شاوئي بنشتغل اه كل واحد في اختصاصه اه كابتن معتمل جمال مدرب العام كابتن طلعت محرم كابتن محمد ناجي جده كابتن كمال عبدالواحد اه انا موجود في المنظمة طبعا امبساطك في الامبساطك طبعا والادارة بقى كمان يا يا كابتن كريم الامانة الادارة يعني المهاش محسن صلاح والمهاش محمد عادل كل اسمانين تبتقولها دي كلها اسمان محتروسة جدا مغفر لنا كل حاجة يعني بصراحة اه في ظهرنا دايما اه يعني اي حاجة بنحتاجها بتلاقي دايما مهاش محمد عادل موجود معنا على طول في التمرين فماشاء الله احنا بنشتغل في منظومة محترمة جدا جدا وسعداء ان احنا اه يعني مع بعض احنا كجهاز فنية